أعلن الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء المواطنين خلال الساعات الماضية ومن هذا المنطلق وجه الإعلامي عمر أديب رسالة للرئيس بعد إعلان ترشحه وخلال تقديمه برنامج الحكاية قال عمر أديب إن الرئيس تحدث خلال أيام مؤتمر حكاية وطن الذي انعقد على مدار الثلاثة أيام الماضية إن الإعلام لا يقوم بدوره ولا يهتم سوى بفقرات الطبخ ولا يفسر للناس وعلق أديب على حديث سيسي وقال سيادة الرئيس إحنا محتاجين نعرف نتكلم أنا هستغل تحريدك للمسؤولين إنهم يتكلموا وإن الكلام يتفتح بقى وأكمل أديب كلامه وقائلا إحنا احترمنا جدا على مدى سنوات إن فيه ظروف في البلد والمسألة مش نقصة ناكد وشعللة إنما أنا محتاجة أعرف عبر أكتر واتكلم أكتر قائلا أيضا سيادة الرئيس الإعلام ما كانش عنده الفرصة لأسباب مختلفة أنا بتفهمها لكن الإعلام يجب أن يكون عليه آراء مختلفة وناخد خطوة للأمام